لازال الحديث موصولا عن غزوة تبوك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا إلى القبائل على أطراف الشام فصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة ويهود جرباء وأذرح وبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أربعمائة وعشرون مقاتلا إلى أكيدر دومة الجندل فصالح أكيدر دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأهدى أكيدر النبي صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة من سندس منسوج فيها الذهب فعجب الصحابة رضي الله عنهم من جمال الجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليا متفق علي ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي برسالة إلى قيصر عظيم الروم يدعوه فيها إلى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو القتال فجمع قيصر بطارقته وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما ندخل في دينه ولا ندفع له الجزية ولا نقاتله ثم أرسل قيصر رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسمعت العرب أن الروم خافت من قتال النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام في تبوك عشرين يوما ولم يلقى كيدا من أي عدو فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى قال لأصحابه إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل متفق عليه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بذي أوان نزل عليه الوحي وأخبره ببناء المنافقين مسجد الضراط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار وهدمه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه حبسهم العذر متفق عليه فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال هذه طيبة أو طابة فلما رأى جبل أحد قال هذا جبل نحبه ويحبنا متفق عليه وتسامع الناس بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور بالق قال السائب بن يزيد رضي الله عنه أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر